سيادة الرئيس عندما كان داعش يقترب من أربيل قال السيد أوباما الرئيس الأمريكي السابق إن أربيل خط أحمر حين ذاك كيف كنتم تنظرون إلى أربيل من موقعكم هل كان هناك تنسيق بينكم وبين السيد أوباما وزعم آخرين من العالم من أجل التحرك والتصرف في سبيل حماية أربيل نعم سابقا لم أستخدم مفهوم الخط الأحمر لأنها غالبا ما تكون كلمة لا يعقوبها عمل لكن هنا فإننا جميعا كنا متفقين في الرأي مع الرئيس أوباما حيث كنا نرى أن هولير وكردستان العراق هدف لداعش وكان ضروريا أن يكون بيننا تنسيق وقد حدث ذلك في صيف 2014 مع أمريكا والتحالف الدولي واستطعنا أن نقدم بعض المواد والدعم والمساعدة اللازمة للبيشمرقة ترجمة نانسي قنقر